الحقيقة أن الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيلاقي أعمال فنية أو أعمال درامية بتسلط الدوق على أضايا مهمة في حياتنا والحقيقة أن في رمضان اللي فات ده كان في مجموعة من الأعمال صلطت الدوق على أضايا مهمة جدا كان من دمنهم مسلسل ستهم وعملة ندرة وتحت الوصاية وممكن إحنا هنا تكلمنا عن مسلسل تحت الوصاية وكمان مسلسل جعفر العمدة والحقيقة أنه جعفر العمدة كان فيه شوية أضايا كده يمكن إحنا تكلمنا برضو هنا في البرنامج عن تعدد الزوجات والحاجات دي برضو النهاردة يمكن في مسلسل جعفر العمدة برضو قضية مهمة جدا المسلسل يعني حط الدوق عليها وكان مهمة جدا أن إحنا نتكلم فيها ونشوف إحكايتها لأنه أحيانا بيبقى فيه قضايا مهمة جدا لكن الناس بيشوغد بالها منها يعني بنتكلم عنها في المطلق لكن ما بنبقاش واغدين بالنا أنه فيه تفصيلة سويرة في القضية دي إحنا مشوغدين بالنا منها إيه القضية دي لما تفاجئنا كلنا ويمكن ده مشهد شهير في المسلسل لما لقينا وداد قاعدة في فرح بتتجوز واحد تاني وهي أصلا قريدي متجوزة وجوزها بيقول لها أنت إزاي يعني قايت له أنت ما تعرفش أن أنا خلعتك من سبع شهور فدي كانت صدمة لنا كلنا يعني كلنا عدنا نقول إزاي يعني 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 خلعته من سبع شهور وهي قاعدة معاه في البيت وهو ما يعرفش أنه هو اتخلع فدي ممكن كانت قضية غريبة جدا ومهمة فدينا بقى نسأل وندور قالك ده فيه حاجة اسمها الخلع الأمريكاني طيب هو إيه الخلع ده أصلا؟ خليها بس نكون متفقين على حاجة مهمة جدا أن الخلع ده مش اختراع ومش حاجة جديدة ومش أول مرة تظهر في الحياة لأ الخلع ده يا جماعة موجود من 1400 سنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجة زوجة رحت له قالت له أنا ما بحبش جوزي وعايز أتطلق منه فقال لها أتردي عليه بستانه أو حديقته اللي هو المهر اللي هو دفعه لك قالت موافقة فالرسول أمر بطلقها إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الخلع من 1400 سنة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كمان قال إن الخلع ده حق أصيل للمرأة وإنه مثبت بالقرآن وبالقرآن وبالسنة النبوية إن من حق الزوجة اللي مش بتحب جوزها إنها تقدر إنها تخلعه أو تتطلق منه يعني هو الخلع في النهاية هو طلاق مع اختلاف المسميات وقال كمان إن من حق الزوجة زي ما جوزها من حقه إنه يطلقها إذا ما بيحبهاش أو بينهم أي خلاف من حقه إنه هو يطلقها في أي وقت كمان الزوجة من حقها إنها لو مش حب جوزها إنها تقدر تخلعه إذن فاحنا قدام قضية مهمة جدا وإن الزوج زي ما هو من حقه يطلق الزوجة كمان من حقها تطلق وده مثبت مش بس بالقانون بقى دلوقتي لأ ده بالقرآن وبالسنة طيب دايما هنلاقي في كل قانون كده صغرة صغرة رخمة لا تبقى عارف تخليك تقف مع القانون ولا تقف ضده طيب إيه بقى حكاية الخلع الأمريكاني ده اللي بيحصل في الخلع إن الزوجة بتروح للقاضي وبتقوله أنا عايزة أتطلق أنا مش بحبه وعايزة أتطلق والمهر طبعا إنتوا عارفين إحنا بنكتبه 25 قرش كده في قسمة الجواز فهردي عليه المهر ماشي تمام 25 قرش اتفضل يا جنيه من عندي يا بشا ولا يهمك ويقر القاضي بإنها تتخلع طب إزاي بقى إيه الإجراءات اللي في النص شرط أساسي وإلزامي في عملية الخلع إن الزوج يعلم بإن الزوجة رفعت عليه قضية خلع أو بتطلب الخلع بغض النظر على إن الحكم في الآخر هي بقى في صالحة لكن الزوج لازم يعرف علشان ما تتكررش القصة اللي حصيت في المسلسل إيه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل إن المحكمة بتبعث جواب أو اختار للزوج بتقوله إن إنت مرفوع عليك قضية خلع طيب الزوجة هنا عايزة تطلق بأي طريقة بتعمل إيه؟ بتدي للمحضر حاجة اسمها عنوان وهم يعني لو إنتي سكنة مثلا في مصر الجديدة تقوله ده سكن في الشيخ زي يروح المحضر يبلغ الزوج طبعا مش هيلاقيه ودي مش مش مشكلة المشكلة إن المحضر أحيانا بيروح يقول أنا أعلمت الزوج ومن هنا القاضي بيدي حكم بالخلع المفروض إنه مرة واثنين طبعا إحنا معنا طبعا أسادة قانون حيفهمونا القصة دي لكن ده اللي بيحصل الصغرة بقى اللي أنا عايزة أكلمكو عليها واللي ممكن ما حدش أخد باله منها إنه الزوج أحيانا أصلا بيغير المكان بتاعه علشان الزوجة ما تعرفش توصله يعني أنا دلوقتي أنا عايزة أخلع ببعث على العنوان اللي أنا عارفة إن الزوج موجود فيه هو بقى بيسيب العنوان ده فما بيخترش وما بيحضرش فبالتالي أنا ببقاش عارفة وصله فهنا بتبقى دي المشكلة حتة إن الزوجة تدي عنوان وهمي وحتة إن الزوج أصلا بيهرب هي دي بقى المشكلة اللي إحنا محتاجين نقف فيها على أرض صلبة علشان نعرف إزاي نخرج من حتة الخلع الأمريكان